مرحبا بكم في قناة الأستاذة راضية قبل ما نبدأ دائما دعاءنا مشهور اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عزائي المتابعين كامل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعني مع السنة الرابعة متوسط تلميذين قلهم ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش مع الأستاذة تتعكم في القسم ومعايا أنا الأستاذة الإفتراضية تتعكم أستاذة راضية رح نكونوا معكم في زوج باش نجحوكم إن شاء الله في شهادة التعليم المتوسط انتو ما معليكم غير تتبعونا تبعوا الأستاذة تتعكم تبعوني أنا على اليوتيوب صفحتي على الفيسبوك تائما صفحة الأستاذة راضية وبإذن الله البيعام بتاعكم مضمون في اللغة الإنجليزية واللي شاطر في الأنجلي شاطر في جميع المواد إذن على بركة الله اليوم نحكي لكم وش رح نتقرأه في سيكونس نمبر وان يعني المقطع رقم واحد في اللغة الإنجليزية إذن المقطع رقم واحد في اللغة الإنجليزية العنوان تاعه هو وش معنتها معنتها أنا هذه جاتكم جديدة متعرفوهاش وهي رح نهضروا فيها على المعالم التاريخية يعني معلم تاريخي رح نوصفوه رح نهضروا عليه شكل بناء شحال ارتفاع تاعه لماذا بنية وش هي القصة تاعه إذا أمكن هنا عندنا جبت لكم أهم عنوين الدروس اللي رح نتشوفوهم على لديسكرايبين فيموس لينمارك هذي ذوك حكيتها لكم تديسكرايب فيموس لينمارك فيموس ما عندها مشهور لينمارك هو المعلم هذي كلمة بدأوا دخلوها في عسكم بس كل أستاذات هوليغة ليندمارك لشغل خلاص لازم ليندمارك عرفوها باللي معلم معلم تاريخي كما احنا نقوله مقام الشاهد لا تغيف الستاتيو اللي بيغطي عن فوارة هكا معلم عنده قصة عنده حاجة تاريخية إذن يوزين سبيسيفيك انفرميشن يما عندها باستعمال معلومات خاصة تاريخ البناء شكل الباني شكل هي مناسبة بناءه إلى آخره ناريت يعني راح تحكي لي يوزين هيستوريكو انفرميشن باوت لينمارك ثاني ها هيك تشوفوا كلمة تكرر حتى حتى تولوا تنوموا تنوموا كلمة لينمارك ها قد جوزكم في المنام تولوا تهضروها بزاف إذن لينمارك معندها معلم مزيدوش تخافوا خلاص الآن باش نهضر على هذا المعلم ونحكي عليه راح نسحق دروس هذا الدروس وشنو هي هذا كل شيء هذا ما راهم وجدينا ميسنوا فيكم في دخل قائمة تشغيل تحسنة الرابعة المتوسط تلقاوا كامل هذا الدروس اليوم عني نعطيكم نظرات شاملة إذن الدرس الأول واسمه comparative equality يعني المقارنة بالمساواة أو inferiority علاش inferiority علاش inferiority comparative راح نقولوا بهذا المعلم كي ما المعلم الفلاني هذا المعلم أقل ارتفاعا من المعلم الآخر راح نستعمل زوج صياغ مشهورة بزي في اللغة الإنجليزية هما as مثلا as high as علي كي ما not as adjective as معانتها ماشي علي كي ما هذك راح ندير عليه درس راهو واجد راح نستعمل the comparative of superiority معانتها هذا أعلى من هذا هذا أقدم من هذك المعالم توجه غنانا هدو للمعالم هنا راح نستراب أسكو هذا الدرس نعم ما نقدرته في سنة الثلاثة ما يعني جاء كورونا ما درتو اش راح نديرو في سنة الرابعة راح نقرأو ثاني the passive voice ولا the passive form نفسها كي ما الفرانسي كي ما العربية اللي هي المبنين المجهول la voix passive سهلة بزي في اللغة الإنجليزية راح يوجد ثاني ضربوا عليها طلع لفيديو ومبادرنا discourse markers هذو ما discourse markers معنتها شغل كيتكونوا تهدرو كيتكونوا في حيوار هكا يتبينوا بلي قالت كذا سألة فولا كي ما قريتوا في الفرانسي الستيل ديراكت الستيل ان ديراكت في الديالوغ في الافابل اكستر كرونالوجي معنتها كيتكون تحكيلي تقول لي أولا ثم بعد ذلك وفي الآخر هذو كوما في الانجليزية نقولوا first then next after that after ذلك بعد ذلك finally معنتها أخيرا اكستر رحينا نحضر الثاني على the cause and effect cause هم يبانوكم كلمة صعبة صحة ما تعرفوهم كنقول cause exprime la cause حنستعمل a cause de parce que في الفرانسي في الانجليز لدينا because لدينا از لدينا احد الكلمة هكا نحفظوهم وهذا ما كان لابرونسياتي تاع هذا السيكوينس من أسهل ما يكون علش بس كدرتهم السنة الأولى وهوما i والa نعودوا نشوفوا i والa اللي فيهم زويجات هذه i وهذه a كي نلعاو كيكونوا زوج نقولوا de deep tongues تتعلموا شوية كلمة جدد هذا ما كان صدقوني تبعوا الأستاذات تاعكم الحقيقية تبعوا الأستاذة راضية أستاذتكم الافتراضية وكل شي رح يكون سهل الآن السؤال يطرحوه بزاف أولياء وبزاف تلاميذ كي قررنا هذو كامل الوضعية الإدماجية على وش رح تكون وضعية إدماجية كي ما نورمال موكو فاقتولي رح تكون على معلم تاريخي أو شخصية تاريخية فهمتوني معلم تاريخي كي نقولوا مقام الشهيد بنى وهفي عام كذا في عهدة الرئيس الفلاني ارتفعوه كذا وكذا هذا قادر نحكيكم على إنسان شخصية معروف فأنا هذر الأمير عبدالقادر نمدو لك تاريخ الميلاد وش الدار منطقة الميلاد حياته كاملة ومبعد تاريخ الوفاة نتاعه شخصية تاريخية أنت تدي هذوك المعلومات وتكتب لي بهم فقرة السؤال المحير اللي عوده لقاء التلاميذ تيتشا المعلومات نحفظوهم ولا يمدوهم من نفس السجي الجواب بسيط جدا وهو أنه المعلومات يمدوهم لكم في السجي يعني أنتم ما تتعلموا برك تقنيات الكتابة فقط ما تخافوش هكا ولدتي تهلا وفي رحكم وفي والديكم سلام